موسيقى في المرمى ليلة جديدة للرياضة على شاشة العربية طبت أوقاتكم بعد اختيار النصر والهلال لمحكمهما في قضية كنو ما هي الخطوات الإجرائية اللاحقة مؤسس مركز التحكيم الرياضي يفصل خمسة أسباب تدفعك لمشاهدة مباراتي افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من الدول السعودي تاليسكا بيريرا كورادو سمعة كبيرة في ضربات ثابتة قبل التعاقد بعده أرقام ضعيفة وعائدة قمصان كرة القدم أرقام كبيرة في أوروبا مفقودة في السعودية السلام عليكم كشفت مصادر صحفية عن اختيار نادي الهلال والنصر أو ناديي الهلال والنصر لمحكمين لهما في قضية اللاعب محمد كنو والتي سينظر فيها مركز التحكيم الرياضي السعودي حيث كانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي قررت في الرابع عشر أو في الرابع من الشهر الحالي قف كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل فترتين وإلزامه مع كنو متضامنين بدفع مبلغ سبعة وعشرين مليون ريال لنادي النصر بحسب مصادر إعلامية لم تسند إلى طرف الرسمي في الناديين اختار نادي الهلال الدكتور سلطان أبل علا محكما له في قضية محمد كنو أبل علا يحمل الدكتورة في القانون وهو محكم معتمد لدى محكمة كاس فيما وقع اختيار إدارة نادي النصر على المصري الدكتور محمد عبد الرعوف محكما لها في القضية ذاتها وعبد الرعوف يحمل الدكتورة في التحكيم الدولي وهو أيضا محكم معتمد لدى محكمة كاس فيما تم اختيار البريطاني ستيوارت ماكينز محكما مرجحا في القضية لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي وهو من المؤسسين لمحكمة كاس قبل 18 عاما الآن حولت القضية استأنف الهلال اختار الهلال محكمة النصر اختار محكمة والمحكم المرجح أصبح موجود ما هي الخطوات الإجرائية؟ خير من يفسر لنا هو مؤسس مركز التحكيم الرياضي السعودي أستاذ محمد الضبعان المحامي الشهير والذي وضع على بنات هذا المركز إجرائيا وقانونيا وإداريا في السعودية حياك الله أو شيء بو خالد غايب عن الوسط كرحت الرياضة معا تطلع في الرياضة لا ندري ليش وحياك الله نورتنا من جديد الله يسلمك أولا صدقا يعني ما كان ودي أطلع وانت عارف لكن تقديرا لك أحلى وسهلا لنشر زكاة العلم يسعدني أطلع طبعا في شيء مهم أنا كنت عضو من فريق كبير في جملاء وأصدقاء وأفضل مني في هذا المجال وتعاوننا جميعا في بناء هذا المركز لا أزعم أنني وعدي من واحد من المؤسسين للمركز صحيح أنا كنت رئيس اللجنة رئيس لجنة التأسيس ثم أصبحت رئيس مجلس إدارة المركز نبغى بعض التعريفات لمصطلحات اللي حين قاعدة تدور والمتابع الرياضي اللي يهمها الكرة 90 دقيقة ما يبغى أكثر من كده كرة في الملعب بس بدت تتداول بعض المصطلحات على مسامع يبغى ما معنى التحكيم الرياضي أول شيء ماذا يعني مركز تحكيم الرياضي كمصطلح في عجالة نبغى نسمعها نعرفها بدأت لازم أرجع شوية وراء طبعا اليوم الكرة لها أنظمة مثل أي أنظمة أخرى في أي مجال في اللي يتم فيه نزاعات وخلافات طبعا الأساس كانت اللجنة الأولمبية الدولية من تقريبا عام 84 أسسوا شيء اسمه المحكمة الرياضية اللي هي الكاس الكاس أصبحت جهة تنظر لكافة النزاعات نحن في المملكة العربية السعودية جاءنا نفس القضية وبالتالي صار من الضرورة إنشاء مركز تحكيم حتى لا يكون هناك إشكالات تصل إلى المجتمع الدولي وإلى المحاكم الدولية التحكيم معناه باختصار هو اختيار الأطراف لقضاة يثقون في عدالتهم فقط بمعنى أنه أنشئ المركز المركز هو مكان لإجراءات إدارية يتم نعم يتم من خلالها اختيار الأطراف لأشخاص يثقون في عدالتهم ليس محامل لهم وإنما أطراف يعتقدون أنهم يستطيعون القضاء والحكم العادل جميل الذي يتفق مع النظام وبالتالي أصبح هذا التحكيم شكل من أشكال القضاء طبعا فيه شيء اسمه التحكيم التجاري هذا قصة أخرى اللي هو مثل ومثل القضاء عندنا مثلا في المملكة العربية طيب يعني ما هاني بغير نروح للتحكيم التجاري بس في الفرق الفرق بين التحكيم الرياضي والتحكيم التجاري في عجالة لأنا أشوف المحكمين في كاس كلهم عضوا في مراكز تحكيم تجارية أيضا طبيعي التحكيم التجاري هو نفسه الله من هذا في نزاعات تجارية وهذا في نزاعات رياضية وبالتالي هو نفس القضية يكون فيه محكم يختاره كما ذكرت أشخاص يعتقدون بعدالتهم ويكون هناك مرجح وبالتالي وفق الإجراء اللهم أن الفرق الوحيد أن المشرع في التحكيم الرياضي وضع بروسس وأنظمة وإجراءات واضحة بينما في التحكيم التجاري يتم اتفاق الأطراف على شروط التقاضي وعلى بعض الأشياء التي يستطيعون أن يتفقون عليها نحن لا نريد أن ندخل في قضية ونقلب الملف لا لا ندخل من الصح من الغلاط نحن نتكلم عن الخطوات الإجرائية الآن فقط الآن الهلال اختار محكم النصر اختار محكم وفيه المحكم المرجح يعني دعنا واحدة واحدة معك ما معنى محكم الناس الآن البارح لما نعلنت ترى الهلالي والنصر يفهمونه والله هذا محامينا هذا اللي منجحنا مبصحيح شرحنا ما معنى محكم المحكم كما ذكرت هو قاضي قاضي تبرأ به الذمة في رأيك وسيحكم بما يعتقد أنه الحق ويتفق مع النظام ليس محامي لك ولن يترافع عنك ولن يدافع عنك وأنما يسمع وجهة نظرك ثم يحكم بما يعتقد أنه الصح زين سواء كان ضدك أو لك زين طيب متى سيسمع وجهة النظر الطرف اللي اختاره الآن سيكون ولا بيجتمع معهم ولا كيف سيكون هناك في البداية مذكرات تقدم من الطرفين نعم المذكرة تكون من المدعي ثم من المدة عليه خلال مدة معينة عشرين يوم يجب أن يرد الطرف الآخر ثم بعد ذلك تصل إلى هيئة التحكيم وهيئة التحكيم تقوم بالاستماع إلى محامي الأطراف محامي من ينقل وجهه نعم يعني المحامي المحامي الهلال والنصر يترافعون أمام المحكمين الطبيعي أنهم يترافعون في القضايا ساعات يكون فيه أولا طبعا أنا أثمن كثيرا اختيار المرجع لأن العادة أنه يكون فيه خلاف يعني بنجي الموضوع المرجع خلنا في المحكمين الحين قصتهم إجرائيا وشون بيشتغلون الإجرائيين يسمعون يأخذ من المذكرة الأولى من المدعي يرد عليها المدع عليه ثم بعد ذلك يتم العادة فتح جلسات للنقاش والتقديم ما لديهم من دفوع ويحرص المحكمين على استكشاف الحقيقة وما هو الواقع الذي تم والأدلة المؤيدة لكل طرف ممتاز طيب هل محكم الهلال ومحكم النصر كل واحد بيشوف القضية والترافعات والدعوة والمدعي وإلى آخر بمعزل عن الآخر ولا مع بعض على طاولة وحدة لا مع بعض هما المرجع والمحكمين هما كلهم هيئة تعكيمية ينظرون ويكون لديهم سكرتير ينظرون إلى القضية بوقت واحد ويناقشونها بوقت واحد ويسألون الأطراف في وقت واحد ويجتمعون في وقت واحد هذا الوقت الواحد الذي قلت عليه بيكون المرجع البريطاني ستيورت موجود أو ينتظر قرار المحكمين بعدين يفصل المرجع يأتي من أول الجلسات من البداية يتم وهو المرجع هو من يقود دفة القضية حتى ويسمع كما هو مثله مثل الآخرين اللهم إن الفرق أن المرجع له صوت إذا مال مع أحد الأطراف أنا أتكلم في شيء اسمه الحكم بالأغلبية ساعات لا يكون هناك اتفاق بين الأطراف فيكون هناك حكم يسمى بالأغلبية وهو حكم نافذ ويعتبر حكم صحيح ويجب تنفيذه فالمرجع دوره مرة مهم ممتاز خلنا في المرجع المرجع اللي هو بريطاني استيوار طبعا عندنا مصري يتكلم عربي أكيد سعودي يتكلم عربي أكيد القضية مكتوبة بالنصوص العربية لكن المرجع البريطاني القضية كلها وأدلتها وقرائنها مكتوبة بالعربي هل ست مركز التحكيم بيترجمها بالكامل استيوارت ولو ويصير بالضبط العادة العادة أن يطلب من الأطراف تقديم نظام التحكيم السعودي نص أنه يجوز باتفاق الطرفين أن يصدر حتى الحكم بالإنجليزي وبالتالي في هذه الحالة طرف بترجمة المستندات التي سوف تقدم وأعتقد أن الحكم سيصدر باللغة الإنجليزية بما أن المرجح الإنجليزي أعتقد خلصوا اجتماعاتهم المحامين خلصوا الترافعات وتقديم الحكم مركز التحكيم الرياضي وأرجع وأقول أنت حد المؤسسين له وليل نظام لدستورة وضعتمه مع مجموعة من المحامين يعني يجب على مركز التحكيم أن يصدر قراره يوم منذ تعيين المحكمين منذ تعيين المحكمين ليس منذ تعيين المحكمين هناك عدد من المدد المدة الأولى خلال 21 يوم من قرار فضل المنازعات يجب يتقدم إلى مركز التحكيم ثم مركز التحكيم بعد التأكد من المستندات وبعد التأكد من الإجراءات ودفع رسوم التحكيم يتم طلب المذكرة المذكرة يجب أن يرد عليها خلال عشرين يوم يجب أن يرد عليها الخصم خلال عشرين يوم ثم بعد ذلك يبدأ المحكمين دورهم ويجب أن يصدر الحكم خلال ثلاثين يوم يحق لهم تمديد ذلك إلى ثلاثين يوم أخرى فالمدة أنت تتكلم على أربعة أشهر تقريبا ستكون مدة كافية لإصدار قرار التحكم زين طيب هل يجوز لطرف من الأطراف أن يطعن في اختيار محكم الطرف الآخر بمعنى يجوز للنصر يطعن في محكم الهلال أو العكس هل يجوز لا يجوز الطعن إلا لأحد سببين السبب الأول وجود قرابة من الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة بين المحكم وبالتالي تجعله يطعن في الطرف الآخر أما لأي أسباب أخرى كأسباب علمية أو أسباب كذا لا يجوز طبعا لو كان في شرط من الشروط خالفها على سبيل المثال أن الشهادة يعني أنه مثلا ليس مسجل في مركز التحكيم السعودي يجوز ولكن الأصل كما ذكرت لك أنه الشرطين السابقين فقط طيب وش القرابة من الدرجة الرابعة القرابة أنه ما يكون الأبناء والإخوان والخال والعم فقط يعني ما يكون من الدائرة القريبة طيب هل يجوز للنصر حتى المصاهرة تعتبر قرابة يحق له أن يطلب تنحيته طيب هل يجوز الآن بما أنه استيوارت مرجح أيضا بريطانيا أرجع وأقول هل يجوز للنصر والهلال الآن الآن غير محامين هم اللي كانوا عندهم في فضل المرزعات الاستعانة بمحامين أجانب أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي دستوره وش يقول يحق إذا كان هذا المحامي مرخص له في المملكة العربية السعودية أما إذا لم يكن فلا يجوز لكن العادة أن يكون هناك محامي مرخص ويكون معه محامي أجنبي لنقل الخبرات طيب بعد ما يصدر مركز التحكيم قراره في هذه القضية هذه آخر مراحل التقاضي في السعودية هل يجوز لأي طرف من الأطراف الطعن أمام كاس لا يجوز وكما ذكرت في البداية أن أساس مركز التحكيم هو لعدم الذهاب إلى الكاس أنيمور وبالتالي لا يحق لهم وسيكون القرار قرار ملزم والله يعينهم طيب الطعن مرحلة أخرى من التقاضي وين ستكون عند مين يا طعن عند مين لا يكون في طعن لا يكون في طعن هما أخذوا أكثر من جهة وبالتالي القرار يعتبر قرار نهائي لأنه أصلا هذا يعتبر قرار استئنافي وبالتالي القرار يعتبر قرار فاينل ومثل المحكمة العادية المحكمة الابتدائية ثم المحكمة الاستئناف هذا يعتبر استئناف قرار نهائي جميل طيب بس لك سؤال كده بخبرتك أنت محامي مخضرة مع الجيل الماضي اللي صعده وأيضا لك دور مع الجيل الحالي وش رأيك في المحكمين اللي اختاروهم النصر والهلال قل لي رأيك بصراحة أنا سبق وأن ذكرت لك أني لن أدخل في تفاصيل القضية لا أنا ليس بالقضية المحكمين كخبرات كخبرات أنا لا أعرفهم ولا أريد أن لم أدخل في التفاصيل أبدا كما ذكرت لك يا طلعامور لن أدخل جميل طيب هل الآن كل الخطوات الإجرائية التي قام بها المركز هي كما وضعت في النظام في مركز تحكيم الرياضي السعودي لا أعرف في هذه القضية تحديدا لأني كما ذكرت لك لم أطلع على تفاصيل أنا فقط طلعت تقديرا لك وللمشاهدين لأنقل الإجراءات الطبيعية في أي قضية أما هذه القضية فلا أتدخل فيها ولا أريد أن أتدخل فيها أنا أتكلم عن الخطوات الإجرائية الخطوات الإجرائية فقط ما تابعت أنت الخطوات الإجرائية التي سبق وأن ذكرتها لك عند أي قضية نعم الإجراءات مثل ما سبق أني ذكرتها لك وأعتقد بما أن البروستس مشى بهذه الطريقة أعتقد أنهم اتبعوا كل الخطوات الصحيحة جميل شكرا لك إذا في شيء تنوي يعني بتنور المشاهدين فيه قبل ما أختم تعرف أنتم المحامين دائما عندكم زوايا أحنا ما نعرف أنا فقط أقول أقول الله يحق الحق وترى للعلم أرجع وقول مركز التحكيم ليس له علاقة مركز التحكيم هو فقط محكمة إدارية يقوم فقط بترتيب يجيب الأوراق لصالح المحكمين وليسوا جزءا من العملية التحكيمية وليسوا جزءا من صنع القرار هم فقط جهة إدارية ينقلون ويرتبون الأوراق لصالح المحكمين شكرا لك جميل شكرا على هذه التوضيحات الجميلة جدا توقع أن الناس كثير كانوا محتاجينها في هذا الوقت من المحامي الشهير والجميل محمد الضبعان اللي كان عضو أساسي أو رئيس فريق تأسيس مركز التحكيم الرياضي السعودي أنا شاكر ومقدر حضورك بعد غيبة في الميدان الرياضي وتقديرك لنا في البرنامج شكرا جزيلا لك شكرا أبو خالد الله يرضى عليك شكرا طال عمرك في مال الله شكرا وقفة نولة نعود معكم لنتابع في المرمى وفيه ما هي الأسباب المهمة لتدفع لمشاهدة مبارتي افتتاح الجولة الثامنة والعشرين في الدولة السعودي تاليس كاب بيريراك كورادو سمعة كبيرة في الضربات الثابتة قبل التعاقد بعد ذلك لا شيء تلاحظوا دماءنا عند التفريج؟ ربما بدأت تأثير التسلسلي لأمراض اللثة مثل رائحة الفم الكريهة تراجع اللثة أو حتى فقدان الأسنان استخدم باردون تاكس للمساعدة على وقفها إنه أربع مرات أكثر فعالية من معجون الأسنان العادي في إزالة البلاك السبب الرئيسي لنزيف اللثة باردون تاكس جربه بنفسك جرب غصول الفم الجديد من باردون تاكس مع الزينك يستهدف البكتيريا التي لا يمكن أن تصل إليها الفرشات وحدها غصول الفم الجديد من باردون تاكس مع الزينك نتحرك بحرية أكبر ونكتشف المزيد عندما نشعر بالأمان كن آمنا إبداع يوسع آفاقك سبورتيج الجديدة كليا شو عاملين هالويكيند؟ مش معقول أخيراً إجا الويكيند أنتوا عطول بتقولون نفس الشيء؟ بالمعلمة شيخ الشباب فرح ومرحب خير شوكولاتة بسكوة تويكس أول غمس غمس غطس حد بغطس الاتويكس؟ حد بغمس الاتويكس؟ عمليت بها شوكولاتة؟ يعني يعني غمسها جرب اثنين مع آهوتك وحدد موقفها تغرق لو غمستها كل اللي بخاطرك يوصلك أسرع شيء من فلتر سبع ريال رسوم توصيل أطلب الحين حياكم الله تنطلق اليوم الجمعة مباراة الجولة الثامنة والعشرين من الدورية السعودي بمبارتين في الرس الحزم الذي هبط رسمياً يستقبل ضيفه الباطن الذي يحاول الحروب والمباراة ستكون في السابعة وخمس وعشرين دقيقة الشباب يحلو ضيفاً على الرائد على ملع مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في التاسعة مساء منذ يناير 2016 لم يفز الشباب في بريدة على الرائد وآخر انتصار كان برأسية الجزائر بني الطو النادي العاصمي يسعى خلال موعده الجديد لتحقيق انتصار يبقى على أماله للفوز بمركز يضمن له المشاركة في مسابقة كاس السوبر بنظامها الجديد الشباب يحتاج لإنهاء الموسم في المركز الثاني لحسم تأهله أو أن يتجاوز النصر ليحل ثالثاً خلف الاتحاد والهلال بعد أن ضمن الهلال والفيحة تأهلهما للسوبر عقب خوضهما لنهاء كاس الملك المباراة ستحمل كذلك نكهة خاصة لمدرب الشباب سوموديكا حيث يسعى لتحقيق انتصاره الأول على الرائد بعد أن تعادل أمامه مرتين في عهدته الأولى مع كتيبة الليوث الرائد الذي يصارع على الهروب من الهبوط لن يكون في هذه المهمة مع مدربه البرتغالي جواو بيدرو بعدما علق النادي عمله عقب تصريحات ضد لعبيه بعد مباراة النصر النادي القاسمي سيجد نفسه أمام سيناريو مشابه لموسم 2014-2015 وقتها استضاف الشباب في بريدا وفاز عليه بثلاثية قبل أربع جولات من نهاية الموسم وهو الانتصار الذي قربه بشكل كبير أنذاك من ضمان البقاء مواجهة الحزم بضيفه الباطن ستكون مهمة للطرف القادم من مدينة حفر الباطن بعد تأكد هبوط الحزم رسميا قبل هذه الجولة المواجهة الثانية بين الفريقين في الرص والرابعة في تاريخ دور المحترفين يسعى من خلالها النادي السماوي لتحقيق انتصاره الأول على هذا الملعب بعدما خسر في 2019 بهدف دون رد الباطن وإن حقق مهمته بنجاح سيرفع رصيده إلى 29 نقطة وبإمكانه إنهاء الموسم برصيد نقطي يصل إلى 35 قد يبقيه في دور المحترفين ويتوقف ذلك على نتائج بقية منافسيها ذهبوا إلى الرياض وصالح المطلق يلتحقوا بناء من هناك صالح اسباب مهمة للشباب أن يفوز وأسباب أكثر أهمية للرائد أن يفوز لكن على المستوى الفني من الأجهز؟ بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالتالو وأهلا بالسادة المشاهدين على المستوى الفني الشباب الشباب ما في شك أنه هو أفضل حتى ما اعتراجع الشباب في الفترة الأخيرة وكذا في بعض المشاكل والإصابات إلا أنه هو الأفضل صحيح بدأ مباثر في الملعب وأكد هذا خروج المدرب في المبارات الأخيرة والتصريحات التي يتكلم فيها على اللاعبين الشباب هو أثبت سنقول أن الدوري أبطال آسيا في السنة الجاية بطل كاس وبطل دوري بطل كاس وبطل دوري هم الذين يشاركون يعني مركز الثاني لا يشارك في الدوري لكن فيه ورقة مهمة الشاب يسعى أن يكون ثالث لماذا؟ لأن السوبر السعودي في الموسم الجاية أربع فرق الأول والثاني من الكاس الأول والثاني من الدوري فواضح أنه الثاني أو الأول في الدوري بيكون الهلال يعني بينزلون للمركز الثالث مهم المركز الثالث بين النصر والشباب أنه يلعب سوبر مهمة كابتن؟ الشباب يسعى لتحقيق الثالث أو النصر؟ الطبيعي وتلاحظ أنت حتى الشباب بداية الموسم أنا أقصد أن هذا محفز كبير صالح؟ أنك تلعب سوبر محفز كبير؟ طبيعي طبيعي بالتالي يكون محفز أكيد محفز أي بطولة تحصل عليها أو مثلا خلنا نقول طيب شيء في اليد يعني ليش تتركه مثلا حتى مركز مراكز في الدوري وتحسين الصورة وممكن هذا كله يصب خلنا نقول في استراتيجية الشباب اللي شبه مو على ناحية من البداية أنه هو الآن ويمكن رئيس الشباب أعلن أكثر مرة أنه لا تحسبوني الآن أنا إن شاء الله جايكم أو قادم لكم في فريق البطولات فهذه البطولة أيضا يكون حريص عليها أو يتقدم في المركز إذا حصل أي مثلا تعثر في المقدمة للنصر ويأخذ المركز هذا ويلعب على السوبر ليش لا؟ يعني هذا شيء جيد طيب اليوم الرائد يلعب بدون مدربة سابق طبعا هو معنى رسميا يقالته ولكن علق عمله تعليق العمل هو توقيفه وما يروح معهم ولا دربهم آخر تمرينين من بعد مباراة النصر إيش ممكن تسوف تغيرات في الفريق في ظنك أنتفقراتك الفنية الرائد نحكي والله بالتالي هذه من الأشياء الغريئة الحقيقة التي تزعل منها أو مش عارف الحقيقة كيف تعلق عليها الحقيقة لأنه قضية أنه مدرب مثلا يصرح بالشكل هذا على اللاعب وأنا لا أتفق معه تماما مهما كان الظروف دائما أقول القائد المدرب ويفترض أنه عنده خبرات وعنده إحساس باللاعبين هؤلاء اللاعبين مهما أخطوا في الأخير هم عندهم عقود وكذا يفترض أنك تتحمل هذا كلامي أنا يتجه لمدرب لكن الإدارة والإدارات الأندية كلها في الدوري حتى نقول اختياراتكم من المدربين طيب من هم المساعدين اللي عندكم تكلمنا كثيرين أنا وياك بالتالي صحيح أهمية المساعد المدرب الوطني اللي ممكن أنه في اللحظات هذه يوقف معاك مثل ما حصل في التعاون على سبيل المثال نعم فلا أعرف شو يسوهم في المبارات هو وضعهم غير جيد فنيين الحقيقة وقد تكون المبارات هذه لأنه معناه دي الشباب فريق قوي قد تكون أيضا خلنا نقول يعني إضافة للأعباء اللي ممكن تخلي الرائد يكون هو الهابط أو خيار الهابط يكون عليه توقعاتك؟ أنت شايف أنه ممكن والله الطائر داهب في الطريق إلى الأولى بالله بالتالي شوف أنا دائما أوقف عند الأمور الفنية ولا تنازل عنها الوضع الفني بالنسبة للرائد لا يبشر بالخير تماما تماما الحقيقة لا يبشر بالخير خلنا نحكي كلمة في آخر شيء عن الطائي والباطن والحزم الحزم ودع الطائي أصعب موقف في الفرقة التي تترانفس على الهروب الباطن الباطن نعم نعم لا 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 فرنيا ليش عنده ظروفه ما أقدم مستوياتي حتى أنا كررت أكثر من مرة بالتالي أنا أحترم مدربين ولا أنتقصهم ترى كلهم لا أتوخذ علي انتقاص الناس كلهم نعم مدرب الباطن ومدرب حتى مدرب ضمك الذي هو في وضع جيد في الأساس أنت استقطبت ومدرب براعم عندك ما جبت ومدرب للفريق الأول فكونوا حقق نتائج لأسباب أو كذا أوكي نتوقف عندها لكن ما نروح بعيد إذا بغير نتكلم على طموح نادي وطموح منطقة والكلام هذا كله فالباطن عنده تجارب كثيرة في الدورة وهبط ولسه هو توصاعد الآن صحيح أيضا هو استعان في مدرب درجات أو مراحل سنية أو كرر بالتال عشان ما تأخذ علي أحترم المدربين ويمكن يكونوا كويسين وكذا ولكن طموحك مفتوح عشان تقنعني أنك قاعد تشتغل الآن نعم وعندك تطلعات أنك تبقى في الممتاز وتبقى أن فريغك أيضا يزاحم الفرق ولا تهبط مرة أخرى أنا ممكن لقرارات جيدة بالتال الحقيقة فأنا مش عارف أتمنى أن لا يزاحمني جميل شكرا الصالح المطلق شكرا لقرارات جيدة بالتالي شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر قبل أن نتوقع معهم أن ديتهم الكل يورينا صور وفيديوهات ويوتيوب ويقول شوفوا كيف يشوتون الفاولات جولة الدور السعودي ما شفناها الفاولات مئتاني وإحدى وخمسون ركلة حرة سددت في الموسم الحالي بالدوري فقد تسع منها عنقت الشباك بمعدل هدف لكل 28 تزديد تقريبا الأكثر محاولة هو لعب النصر تاليسكا البرازيلي سجل هدفا واحد من 19 محاولة كان أمام الفيصلي في الجولة الثانية ومنذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2013 سجل تاليسكا 12 هدفا من الركلات الحرة لعب نادي الهلال ماتيوس بيريرا حاول التسجيل عشرة مرات من ركلات حرة والحصيلة هي صفر أهداف وفي الموسم الماضي سجل هدفا واحدا فقط مع فريقه وست بروميج من ركلة حرة في البريمير ليج وفي المجمل هز بيريرا الشباك أربعة مرات فقط من ركلات حرة طوال مسيرته الكروية الهدف التاريخي لدور المحترفين السوري عمر السوما أطلق 16 تسديد من ركلات حرة لم تترجم أي منها إلى هدف وهو العدد ذاته من التسديدات للسوما في الموسم الماضي وآن ذاك سجل منها هدفا واحدا الأرجنتيني بانيغا منذ وصوله إلى الشباب لم يعرف الطريق نحو الشباك عبر الركلات الحرة 12 تسديد في الموسم الحالي وتسع تسديدات في الموسم الماضي فشل في تسجيل أي منها في شبك الخصوم وآخر مرة سجل من ركلة حرة كانت في الدور الإسباني مع ناديه السابق إشبيليا سوزا لاعب الاتفاق حاول هو الآخر 10 مرات للتسجيل من ركلات الحرة ونجح في ذلك مرة واحدة وفي الموسم الماضي كان هو الأكثر محاولة بـ 17 تسديدة سجل منها هدف واحدة المتخصص في نادي الاتحاد البرازيلي إيغور كورونادو هو الأكثر تسديدا للركلات الحرة في ناديه بخمس ركلات لكن لم يوفق في أي منها في الجهة المقابلة يعد لاعب ضمك سيرجو فيتور الأكثر تسجيلا للركلات الحرة في الموسم الحالي المدافع الأوروغواياني سدد خمس ركلات حرة ترجم اثنتين منها إلى أهداف نذهب بهذا التقرير اللي أرقامه أنا شوفناه مرعبة إلى حمزة يدريس الذي يلتحق بنا من الرياض ودكتور ترك العواد الذي يلتحق بنا من الرياض حمزة من جدة حيك الله حمزة حيك الله تركي قبل ما روح الأرقام تركي من اللاعب اللي يشوت فاولات في الدور السعودي طول تاريخه راسخ في ذهنك تقول لأفضل واحد شات فاولات في الدور السعودي أكثر من اللاعب أكثر من اللاعب لكن بالنسبة لي اللي راسخ فيه هو موسا نداو أنا أعتقد أنه واحد من أحسن لاعبين في تسديد الكرات الثابتة حمزة منه؟ في صراحة أحمد الصغير أحمد الصغير كان من اللاعبين المميزين بشكل كبير في الكرات الثابتة عندنا في تركيا لم نلحق أحمد الصغير صح تركيا؟ أبدا لا أبدا أنت الحق سعيد وراء يا مسعيد وراء بالله يعني 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 خلنا نقول لحقك علي يلا ما نزع لك طيب الأرقام اللي عندي مرعبة يا حمزة ولا أنا بالغ بريرا 10 تسديدات 0 أهداف سوما 16 تسديدة 0 أهداف بانيقة 12 صفر أهداف سوزا 10 هدف واحد كورنادو خمسة بدون أهداف فيتور خمسة وهدفين طبعا قبلهم كلهم 13 تسديدة بغول واحد قبل ما يتعقد النصر والهلال والاتحاد والفرق هذه كلها مع هاللعبة كل السوشال ميديا على الأقل يشوت فاولات الفاول عنده بلنتي الفاول كنا يحطه بيده ما أشفنا هذا الكلام الآن شي مرعبة في صراحة أرقام مرعبة مرعبة مخيبة للأول بشكل كبير وغير متوقع تسعة أهداف بس من كرات ثابتة أسماء كبيرة بالدينة أعتقد هو كله شوف ودعايا قبل التسجيل ولحظة التسجيل وإنفعال اللاعب مميز في الكرات الثابتة لكن على أرض الواقع ما شفنا بصراحة مثلا بانيقة في الشماء في كل الفاولات نشوفه ويسدد سنتين ما سجل القول من ثابتة بانيقة تحديدا سنتين ترى موسم واحد بالضبط ومع ذلك كل الفاولات اللي بتيجي قريبة في مناطق خطرة هو اللي بيسددها وباين أنه ما هو مميز فيها يعني في التسديد حالا الحالة النفسية ولعب كبير أكيد ويملك إمكانيات عالية بس حالا ما تكون موفقة أعطي الفرصة لغيرك طيح تركي ما رايك أنت؟ ما الأسباب؟ الأسباب إما أن يكون اللي قاعدين يقدموننا هاللعيبة قبل ما يجون هم يبالغون وما يعرفون يقرون فعلا مشوار هاللعيبة خاصة إذا جيت أنه تشوف تاليسكا مثلا على سبيل المثال من 2013 من يوم بدأ لعب محترف أساسا ما سجل 12 ركلة ثابتة يعني من يوم بدأ محترف بيريرا أساسا ما سجل لهدف مع فريقه الماضي صحيح يعني هي لها جانبية الجانب الأول بالنسبة لتاليسكا أذكرنا في جوانزو سجل أكثر من هدف وكان يشوتها بطريقة جيدة يعني خلينا ما نقول سجل أو ما سجل هل هو قادر أن يسدد بشكل جيد تاليسكا قادر أن يسدد بشكل جيد ورائع وقادر أن تحس أن عندها الموهبة والقدرة أحيانا تفرق شيء بسيط ولكن لديه مهارة الكرات ثابتة ويسددها بشكل أكثر من رائع كونراد أو كورونادو نفس الشيء عندها نفس الموهبة ومع الشارقة كان مولع الدنيا وطريقة تسديدة رائعة في المماريات غير موفقة لكن لما نتكلم عن بيريرا طريقة تسديدة أصلاً ليس طريقة تسديد لاعب يلعب كرات ثابتة بشكل جيد حتى لما كان في ويست بروميتش ما كان جيد هو فقط هدف وحيد سجله فلذلك ما نعول عليه حتى بانيقيا يعني في إشبيليا ما كان لاعب جيد ومميز في الكرات ثابتة في علم اللاعبين هو يشوت الفاولات لأنه هو المتخص في الفاولات وحياناً في خلط بين الكرات الثابتة المباشرة القريبة من الثمانتاش والكرات على الجنب ويلعب بشكل جيد سواء كانت كورنر أو ضربت يعني يا كورنر يا فاول على الطرف ليس المباشرة في ناس كويسين ولكن ليس معناته أنه يستدد بشكل مباشر هناك نقطة هامة جدا بالتالي نعتقد أنه يتفتقدها الكرة السعودية رغم أن نصرف عدد كبير ومبالغ كبيرة على اللاعبين لكن ما عندنا مدرب خاص بالست بيسيز اللي هي الكرات الثابتة الآن مع تطور كرة القدم العالمية أصبح كل فريق بالذات في البريمير ليك موجود الآن كوارديولا قاعد يتحدى الفراق الأخرى مسجل 22 هدف من كرات ثابتة وفي المقابل لم يستقبل إلا هدف واحد من كرات ثابتة لسبب بسيط جاب أكثر كل في كل مرة يجيب شخص متخصص فقط مدرب للكرات ثابتة والآن انتقل هذا المدرب لأرسنل يعني فيه تنافس بين الأندية على مدربين لقيمتها تصور المسجل 22 من أصل 99 يعني تقريبا حوالي 25% من أهداف المانستي اللي حقق الدور الإنجليزي من كرات ثابتة جميل أشار تركيا يا حمزة إلى نقطة مهمة جدا التدريب نحن نشوف تدريب في السعودية الفريق الحصة ساعتين ساعتين ونصف أنا نقول وبعدها كل واحد يأخذ شنطتها يتحمم ويمشي البيت وما نشوف أحد يجيس في الملعب يتمرن على كرات ثابتة ما نشوف أحد يجيس في الملعب يتمرن على كرات رأسية ما نشوف أحد يتمرن على العرضيات لا كلها مع نفس الحصة يعني نتذكر السومة قال لي في واحدة من المقابلات يقول أول موسم كنت أجلس بعد التمرين أجلس ما بين ساعة ساعتين ثلاثة أتمرن الحالي على الضربات الثابتة أول موسمين كنت نشوف السومة كيف كان يشوت صحيح حتى واحد من أسباب أنه حصل على الهداف كانت الكرات الثابتة هذا الدور المفقود سبب مين المدربين أو اللاعبين يعني أنت كنت لاعب تجي مدرب تقول أبغى مثلا أنت كنت مميزة في ضربات الراس تقول أبغى أتمرن حصة إضافية رأس يخليك أو لازم هو يقرر تطلب أنت منه أو لازم يقرر لا أعتقد أعتقد على مستوى الفريق الأول لا أنت لا تقرر يعني ليس المدرب الذي يقرر أنا لو حسيت عندي نقطة ضعف في أي جانب أو أشتغل عليه بعد التجريب أتوقع أنه مسموح ما كان يمنعونه لكن المشكلة النقطة مهمة تطرق لها الدكتور التركي هو المدرب يعني اليوم لما يجيب مدرب مهارات بيساعدك في تنفيذ الكرات الثابتة أحيانا بيعدد لك الوقفة حتى بيحدد لك اللاعب إلا في الحيطة أنك تحاول تلعب الكرة من فوق اللاعب رقم ثلاثة أو اللاعب رقم ثلاثة أحيانا طريقة التسديد التسديدات القريبة أو البعيدة أكثر أحيانا القوة أحيانا حتى الخداع اليوم نشوفنا طرعت فترة أن يسجد الكرة في الأرض أن الحيطة أكيد تقفز فترعب الكرة في الأرض فدائما فيه طرق وخطات يحتاج التخصص ويجيب مدرب متخصص لتطور هذه النقطة لأن أحد أهم الحلول في تسجيل الأهداف هي الكرة السابتة خاصة في تطور الطرق الدفاعية الناس للتدافع داخل المنطقة الآن فمعناه أنك ممكن تكسب أخطاء كثيرة على مشارف المنطقة فلو عندك لاعب متخصص ستكسب بها نقاط كثيرة صحيح أنت تركي مع أن اللاعب اللي قريب كرة تضرف في العارضة كرة يجيبها الحارس بصعوبة مثل تسديدات مثلا تالسكا كويس مع أنه عنده ثلاث أو أربع تسديدات من التساطاش أو الثنعاش بس في الخشبات الثلاث الباقي فوق تحت يمين يصار قريبة يعني أنت مع أنه يستمر يسدد أم لا أخذ فرصة خلاص لا أنا مع أنه يستمر يسدد هي مهارة مثل ضربات الرأس مثل السرعة هي مهارات توجد لدى اللاعب ولازم يطورها ويزيد ثقتها الهجوم بالنسبة بشكل عام وهذا كابتر الحمزة أكيد يعرفت الشيء هو ثقة في النفس إذا أنت واثق أنك تسجل ستسجل كل ما زادت ثقة اللاعب كل ما صارت قريبة أما أنه اللاعب يصير تحت الضغط ونعتقد أن هذا اللي صار مع عدد من اللاعبين أنه يكون تحت الضغط هناك ثلاثة من اللاعبين الذين نفسون على الكرات الثابتة فتجدها تحت الضغط أنا معنى اللاعب الكويس اللي جيد اللي عندها المهارة أنه هو اللي يسدد بشكل مستمر وهذا يرجعنا من جديد أيضا أنه ما فيه تدريب لو كان فيه تدريب كان ماش ثلاثة لاعبين واقفين عند الكرة كل واحد يقول أنا هذه المرة وأنت المرة اللي بعدها هذه هي المشكلة الكبيرة لو كان فيه تدريب خلاص أنا عارف منه أفضل لاعب يسدد ركلات جزاء أفضل لاعب يلعب قريبة من خط 18 من فاولات فلذلك الموضوع محسوم ولا فيه ضغط نفسي على اللاعب فاللاعب مرتاح هذه الكرة لعبها ما جت بشكل جيد اللي بعدها ممكن أقرب والثالثة هي اللي تكون ثابتة فلذلك ما فيه مجال أبدا لاعب ممتاز جايبة أنا وأشوف أنه لاعب خرافي في الكرة ثابتة وخلي لاعب آخر كل شوي يجرب لاعب أنا أشوفها في الهلال والله ميب جيدة وغير مقبولة لدرجة أنه عدد من اللاعبين اللي أصلا هم غير قادرين على التسديد بشكل جيد يأخذ لفاول ويشوتا يجرب هذه غير جيدة والدلم ما فيه تدريب جميل جميل خلينا نقول بس أرقام اللاعبين السعوديين كل اللي قلناهما جانب محمد البريك هو أكثر لاعب أكثر لاعب سعودي يسدد من ضربات ثابتها سدد أربعة ما جاب ولا واحدة وفي أيضا صيعري من اللاعب اللي يسددون ويسجلون أحيانا من اللي تحسن عنده الموهبة حمزة من اللاعبين السعوديين خلنا نطلع شوي عنا لجانب الموجودين الآن هذه الجزئية للأسف والله للأسف ما فيه هذه مشكلة كبيرة في اللاعب السعودي من فترة طويلة لا نرى لاعب متخصص في الكرات الثابتة أو حتى يملك الحسة ويعطيك حتى الانطباع البوادر ممكن أن يكون متخصص في الكرات الثابتة الصيعري مميز في التسديد القوي يعني هو يسددها بشكل قوي لكن نحن نعرف أنه مهارتها أنك كيف ترفعها من فوق الحيطة مع قوة متوسطة وكيف تروح في التسعين وكيف تنزل الكورة حيلا هذه ما هي موجودة في اللاعب السعودي يعني في صراحة ما أشوفها فيه لاعب سعودي يملك الإمكانيات يحتاج أن نجرب عليها بشكل أكبر ويحتاج أن نكتشف الموهبة من اللاعب اللي عنده الموهبة جميل أنا سألت تركي من أفضل واحد في دهنة قال موسى نضاو سألت حمزة قال أحمد الصغير بنختم بس حمزة وتركي تذكرون لعب برازيلي كان يلعب في القادسي اسمه خوزيه كارلوس مدبدب كده شوي تذكرونه أنا أعتقد أنه هذا أعظم لعب يلعب كرات ثابتة في الدول السعودي أوافقك صحيح ويلتون كان مميزة بالتالفة ذكرت الحين قابل شوي أحمد الصغير بس هذا بعد أحمد الصغير صحيح شكرا جزيلا تركي العواد شكرا جزيلا حمزة إدريس الوقف الأخير بعدها نتابعوا في المرمى حياكم الله الرياضة في دقيقتين حيث وعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل تمديد عقد مدرب المنتخب أرفي رينارد إلى عام 2027 توجه المنتخب السعودي لرياضات الإلكترونية بالميدالية الذهبية الأولى لهذه الرياضة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة للمتواصلة أحداثها في الكويت جرت الخميس في القاهرة اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تم انتخاب المكتب التنفيذي للسنوات الأربع المقبلة بعضوية السعودية الأردن الإمارات تونس الجزائر العراق فلسطين الكويت وليبيا أعلن سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي عن القائمة المشاركة في بطولة كأس آسيا في أوزباكستان والتي يبدأ الأخضر مباريتها في الثالث من الشهر المقبل أمام طاجاكستان تغادر الجمعة بعثتها بعثة المنتخب السعودي تحت عشرين عاما إلى فرنسا للمشاركة في بطولة تولون الدولية حيث يلتقي منتخبات الأرجنتين فرنسا وبنما أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم الخميس لغاء مباراة ودية كانت مقررة الشهر المقبل مع ضيفه منتخب إيران في إطار التحضير للمونديال رفضت محكمة التحكيم الرياضي طلب النادي الأهلي المصري تأجيل نهاي دور أبطال أفريقيا لكرة القدم المقررة لإثنين المقبل في المغرب توجه فريقه العين بلقب الدور الإماراتي للمرة الرابعة عشر في تاريخه كان العين قد تعادل في الجولة الأخيرة للمسابقة مع ضيفها الشارقة بهدف لكل منهما زار أخوان دي في الدوكي طبيب نادي الهلال الأربعاء الدوحة القطرية لمتابعة سيري البرامج التاهلية للثلاثي متعب المفرج عبدالله المالكي وصالح الشهري لاعبي الفريق اللوحة الأخيرة وصصات بيد الأصدقاء ألقاكم عن كل حاجة جاتني منك مشكور وعن كل نحطة جرح كفت ووفت معذوب أنتو بادين معاك يا الحبيب وبادين معاك لا والله هذا دمن معذوب قد اشتابي وأقرتها معاك لنت اللي تاري تغيي ولا عايش تار ولنت اللي شايف ضيقة اللي تخفت ما شكور ما شكور ما شكور ما شكور ما شكور ما شكور أنتو بادين معاك يا الحبيب وبادين معاك لا والله هذا دمن معذوب قد اشتابي وأقرتها معاك لنت اللي تاري تغيي ولا عايش تار ولنت اللي شايف ضيقة